الموضوع الرئيسي لدردشة وضيفنا اللي المفروض يكون واصل لعنا بس على الآن شوي بعجل تسير والموضوع مثل ما قلنا حكايات عن طريق الجديد بدعوة من جمعية نحن وأهالي وشباب منطقة الطريق الجديد تم إطلاق خريطة معالم طريق الجديد بمقهى دوغان وصل ضيفنا من رحفة صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح النور كيف حالي يا أهلا وسهلا بس أستاذ محمد اسم العيلة أيوب أستاذ محمد أيوب أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد إن شاء الله على السريعة وصلت على الإزاعة يعني شوية عجل بس مش الحالة تمام أستاذ محمد منطقة الطريق الجديدة إلى خصوصية بقلوب البيارته وهيك بس لما تفوت على طريق جديدة وتتجول بشوارعها بتحس حالك ما غريب عن المنطقة بتحس إنه كأنك فرد من أفرادها ما بتحس هيك إنه ما بتعرف حدا بدايةً ليه فكرتوا بنشاط بالطريق الجديدة صحيح اللي عم بتقولي إنه منطقة الطريق الجديدة هي منطقة غنية بتقول شي بتحس حالك ببيتك بتحس حالك بين ناسك وأهلك وهي منطقة غنية غنية ثقافياً وتاريخياً هلأ ليش فكرنا منطقة الطريق الجديدة لكتير أسباب واحد من الأسباب واحد من الأسباب إنه منطقة الطريق الجديدة دائماً لما نسمعها على الإعلام تسمعي اه wage إذن اليوم رح نحكي عن الكتب اللي تم إطلاقه عن منطقة الطريق الجديدة إنه دائماً لما نحكي بالإعلام عن منطق الطريق الجديدة بنحكي عن منطقة دائماً أمنية وعجئة سيارات أو سياحية أب أبي لا بيحكوا عن سياحية لا ما عجبierت عن طريق الجديدة يعني بانه عادةً بنحكي عن مناطق سياحية بس دايما لما يصوروا هذه المنطقة اللي هي طريق جديد بيصوروها بشكل انه وضع امنة وبطالة وناس فؤرة يعني دايما بيصوروا مية بالمية وكأنه ما بيشجعوكي تفتيلا ودايما بيعملوا عنا صورة نمطية بالتالي انت بنتنظرينا نظرة سيئة للأسف وقتا نحن قررنا نعمل هالمبادرة انه يا عمي اوه شي هيدا شي مرفوض ومش مقبول قلنا لين ما نشوف بطريق جديد الاشياء الحلوة والايجابية والمشرية يعني خلينا نحكي انه اليوم طريق جديد هي تختصر تاريخ بيروت يعني كل الاحداث المهمة كانت عم تصير بطريق جديد وطريق جديد عكس ما يروج لالها هي منطقة غنية ثقافيا وتاريخيا فيها كتير من يعني احنا منعرف كطريق جديد لما نعملت الطريق انا عم بحكي عن الطريق طريق جديد حسب تسميتها صحيح ولا تربط رملة البيضاء بحرش بيروت بالملعب البلدي بالسجن الرملة كان هناك يعني كلنا منعرف حتى المقابر العالمية الاولى والتانية صارت فرنسوية ولا اي وفيها يمكن نتفاجأ فيها فيها مقابر هندية ومصرية يعني بقلب هاي المقابر هني بنفكرهم بس فرنسوية وبريطانية لا في عرب موجودين بقلب هاي المقابر اللي هن هنود ومصار واللي كانوا عم بيحاربوا الى جانب هاي الجيوش الاجنبية نعم حضرتك معرفنا من نحنو صحيح نحنو هي كيفينا نعرف عنها ايه جمعية نحنو هي جمعية شبابية بتشتغل تفعيل المساحات العامة باللبنان وتفعيل العمل البلدي لانه بتعتبر كمان ان العمل البلدي هو مساحة عامة اه فشو يعني يعني المساحات العامة يعني عم نحكي عن اه الساحات اللي لازم تكون موجودة طبعا مش رمبوهل الساحة عنا يعني مستديرة مستديرة سيارات بس نشتغل لانه يصير فيه ساحات بمدينتنا بيصير فيه اجنينات لاطفالنا يلعبوا فيها اه منتزهات كبيرة متل حرش بيروت نشتغل لنحمي بحر بيروت متل تعرف تكستوا على ارتباط طريق جديدة بالحرش صحيح وعندكن كان عدة سلسلة من التحركات على الارض سابقا بموضوع الحرش بعد ما اغلق امام الناس والمنع الا لاصحاب الجنسيات الاجنبية انه يفوت هالشي اثار فعلا يعني غضب اللبنانيين انه معقول واحد ببلد وما بيقدر انه يفوت على الحرش صحيح ما قادر يدفع مبالغ كبيرة بمنتزهات فالمتنفس هو الحرش صح يعني كمان هاي دي واحدة من الاسباب اللي اشتغلنا على طريق جديدة انه طريق جديدة هي تاريخيا مربوطة بحرش بيروت ورملة البيضة يعني كانوا جنينتا مية بالمية لطريق جديدة وهي اصلا الحرش كان يفوت بطريق جديدة لانه طريق جديدة كانت لها بستين يعني وخصوصا على ارض جلول ما كان فيها الاوتسترادات مية بالمية ففصلوها باوتسترادات يعني هل انت قلتي مية بالمية صار الواحد بدي يقطع الشارع كانوا منطقة مختلفة او جبهة تانية مية بالمية وبأكد لك كانوا بدون نعملوا بعض اكتر يعني لما تبني شيء ما بيشبه المدينة وما بيشبه اهل وسكانه بصير غريب عنهم وبالتالي كانت الفكرة انه لا ما مرنا نبني مشاريع بملايين الدولارات لا نحن ما نشتغل شيء بسيط للعالم للعالم تتفاعل معه وتتعاطى معه فكانت هاي دي فكرة المشروع اذا كيف نربط كمان واحدة تانية غير انه نفعل ندوع الاشياء المهمة بطريق جديدة كمان كيف نربط طريق جديد بمحيطة وخصوصا بذكرتها اللي هو حل شبيروت اول شي حترتك ترستريخ او هيك بس كمعلومات عن طريق جديد كيف نبشتوا عن هالمعلومات ومين عم يساعدكم بهالقور صحيح الطريقة اللي اشتغلنا فيها نقاينا 30 شاب وصبية من طريق جديدة دربناهن على كيف بيعملوا ابحاث تشاركية وطلبنا ونزلنا نحن وياهن ومشينا بطريق جديدة وكان معنا مختصين اكيد هنتسين ايا اكتر الشوارع هيك اللي كانت مقصدكن يعني اننا عارف كبيرة اول شي لا مشيناها كلها نحن مشيناها عدفعات كنا عم نمشي وعم نشوف العمران وتطور العمراني وكنا عم ندربهن الشباب يعني عم نقرجيهم مثلا فيه بناية بتكونوا معمر ب 1930 لانا فطرد وبعدين نتعمر فوق بالاربين بعدين كنا عم نقرجيهم حتى البناية كيف تحتوي على ملامح من من تواريخ مختلفة فدربنا هون وبعدين علمنا يعني كنا عم نمشي على الخريطة كنا عم نحط مثلا وان البناية الاسرية وان المحل الاسري وان شي مميز موجود كنا عم نحطهم على الخرايط كنا عم نحطهم فيها هيك يعني ملامح اسرية بطريقة جديدة اكيد كجوامع ما بعرف او اماكن كتير يعني وحتى بتسمية الشوارع هونيك دليل انه ترتبط ب بأحداث او بذاكرة او بعائلات معينة سيحت السبيل صح في مطارح يعني حلوة هاللفتة الاضاءة على الاماكن اكيد احنا ما نذكر انه طريقة جديدة هي كانت فوق عين البيضة يعني تحت طريقة جديدة كانت مليئة وغنية بالمية اللي منها اجتها السبيل مية بالمية وكان في سبيل هونيك طبعا ما هو تحت هي طريقة جديدة على تحت ماء فوق ماء يعني فوق ماء يعني نبع ماء ضخم يعني مية جوفية ضخمة اصلا بيروت اجت تسميتها من غنى بيروت بالبيارة اللي هي المية الجوفية اللي للأسف بسبب العمار العشوائي فات عليها البحر هلأ وهذا بيقارج كيف ما عم نحافظ على مواردنا وسروتنا الطبيعية هلأ الشباب اللي عملو انه بعد ما نزلنا سوا وعلمنا شو هي اهم المعالم طلبنا منهم هن يروحوا ويزوروا كبار العمر خصوصا ويسألوهم عن كيف هن شو رأيهم بهال المأماكن شو تاريخها شو الزكريات الحلوة لانه نحن عم ما عم نعملها بشكل أكاديمي أو أكتر هو بشكل حوار أجيال الصغير مع الكبير حلو فراحوا عملوا ملخصات عن هايدي المعالم الأثرية وهو الملخصات حطينا وجمعناهم كلهم نسوا ببروشور أو أكتية بصغير بيرخص عن أهم طبعا ما حطينا كل شي لأنه ما منه خلصها بس حطينا أهم الأماكن طبعا مثلا إذا سألتيني شو هي أهم المعالم أكيد في جامع الإمام علي هو واحد من أهم وهي الساحة الكبيرة أكتر شي بطريق جديد ساحة أبو شاكر ساحة أبو شاكر ساحة أبو شاكر هي ساحة مهمة وعفكرة عندها خصائص عمرانية كتير مهمة لأنه هي الساحة الوحيدة اللي ببيروت اللي صممت على شكل ساحة النجمة إذا ما تطلع بالشاحة النجمة كيف منظمة ساحة أبو شاكر عندها قدرة إذا ما نشتغل عليها تكون ساحة مثل ساحة النجمة بمعنى بتقدر تشجيها خضرة بتعمل بطريقة أنه تكون هي هالي المكان اللي بيجمع كل أهالي في أماكن مهمة كمان بالطريقة جديدة الملعب البلدي المدينة الرياضية على جنبها صحيح على تخومها فهل الأماكن يعني قديش أعطت مقصد حتى الجامعة العربية يعني من أهم المعالم التربوية اللي هي كانت على فكرة سجن الرملي يعني كانت سجن يعني بس ما نقول أنه طريقة جديدة كانت كلها هضاب رملية وعلى أرض جلول كانت كلها بستين وحش بيروت كان بيمتد لهني يعني هادي بعدين عمروا أول شيء الملعب البلدي عمروا الملعب البلدي لأنه الملاعب بتتعمر برية المدينة لما تعمل عجب مش بنص المدينة فبعدين وكان في السجن الرملي فهولي أول معلمة وكان القطار يمرق من طريق جديدة يعني طريق الطريق الجديدة هو كان لا يسموه طريق جديدة كل يوم بيصير فيه طريق بيعملوا طريق جديدة ما بيسموه طريق جديدة بس هي الفكرة أنه كان الطريق قطار وحولوا لطريق جديدة بمعنى طريق طريق للسيارات فذلك سمي الطريق الجديدة هلا حاس أنه عم تحكيك عندك حب ولعبي هذه المنطقة حدرتك من طريق جديدة لا أنا جوارة لطريق جديدة من جوارة بس ليش لأنه ما فيك تمشي بطريق جديدة وما فيك تشوفي هذا الطريق لأنه بالنهاية هذه عاصمتنا ما فينا نشوف هذا الطريق وما فينا نشوف الناس الطيبة طبعة الناس الموجودة بطريق جديدة هم تحولوا تجملوا المنطقة هلا فيه مناطق قريبة من طريق جديدة ومنحس أنه عم تعتقد كتير يعني تشويه للمنطقة مثلا منطقة صبرة إذا منجي شوي لما تسمع بكلمة صبرة فضغري بيتخيل لك أنه ممكن يكون فيه مشاكل ممكن مع احترام لكل اللي ساكنين هوني أجواء شعبية مننظيف الطرقات نقصد بالأجواء الشعبية الغاء السيء أكيد الأجواء الشعبية حلو يكون فيه تلاحهم ما بينه السكان عم تحاولوا شوي هيك تحسوا يعني صبرة وطريق جديدة هذا كله بيدل على إهمال الدولة بتنظيم هيدا المناطق فيه إهمال فالناس مثل الاشي عم تنبت لحالة يعني يعني للأسف أكيد لازم يكون فيه تدخل للبلديات ولو أنه والله صبرة فيها لاجئين مش يعني منهملها لأنه هيدا أكيد هيأثر علينا وحيأثر عليهم بالنهاية عايشين بأرض وحدة نحنا ما فينا نهمل بعض للأسف يعني طبعا إن كان طريق جديد أو إن كان صبرة البلديات باللبنان والحكومات كمان ما بيعملوا شي فيهم بيتركوهم مهملين يعني وكأنه هيدا منطقة مقدرة كل واحد يقبع شوكو بإيلو مئة بالمئة بس ما بيجوز ما بيجوز لأنه تعرف بيروت تغير النسيج العمراني والنسيج الاجتماعي اللي فيها معظم اللي كانوا عايشين بيروت فلو هلأ صاروا بعرامون ومدروان طريقة جديدة هي هيدا المكان إذا بدك اللي بعده لهلأ ناسا فيها ناسا يعني تقريبا لأنه بلش الهجم العمراني بعده الناسا فيها لذلك هي بعده المنطق ناسا في غالة كبيرة حتى على كل المناطق فهل ما قادرين مئة بالمئة يشتروا وبعده بس خليني بقول هالجملة المهمة وبعده بتحتوي هالقصص وهالتاريخ العربي إذا بدك حتى في أشياء أحداث سياسية وعربي بتحكي عن العروبة وكل هيك الشهيد المفتي حسن خالد اللي صلى لما الاشتياح بقلب الملعب البلدي الملعب البلدي اللي فيه تاريخ كل طبعا صلى مع غيره من الطواقف أصد يعني كاحتجاجا والملعب البلدي اللي بيحتوي على تاريخ كل الفطبول اللبناني يعني فيه كل هيدا التاريخ فمن ننتبه حرام حرام يتمدد العمران ويتهجر أهله مرة تانية يجب إقرار خصوصا البلديات بلدية بيروت سياسية عامة للحفاظ على هيدا الطابع ولتنمية المدينة بلتهجير أهلا عادة يعني بالطريق الجديد بتكون دايما باب لأي احتجاج عم بيصير للتفاعل وتنطق باسم شباب بيروت يعني عادة إذا ما يكون في قطعة كهرباء بيبلشوا من طريق الجديد إذا في قطعة طريق أو شي بس بالقلب ما بتصير يعني إذا عازوهم لأهل طريق جديدة بتبلش طريق جديدة بس إذا بدون يعملوا مشروع آخر شي طريق جديدة يعني خلينا نحكي من مايل تاني كان معكم الفنان زياد عيتاني صحي كيف أتعاون معكم بهالموضوع هو عمل يعني ما صحيح عن طريق جديدة صحيح كان مفروض يكون معنا عبر الهاتف ولكن الارتباطات معينة اعتذر شو الأجواء كانت بالنسبة لمشاركته بها الفعالية أكيد زياد عيتاني هو من عائلة هم أول يعني كعائلته أول من سكن طريق جديدة عكسيا العيتانية هلأ في ناس بفكروا إنه الناس بيروت لا بس هو أول من سكن طريق جديدة والتالي أهل وعائلته من طريق جديدة وزياد عمل مبادرة سبق الكل فيها بظن إنه عمل مسرح بس تخدم المسرح ليبرز هيدا القصص اللي نحن حكينا عنها عن طريق جديدة ولخبر قصص أهالي بيروت وخصوصا طريق جديدة وهيدا الشيء إذا بتلاحظ لقى نجاح كبير هيدا النجاح ما أجم من فرق هيدا النجاح لأنه هو برق يعني هيدا طبعا جميل كله لطريق جديدة يعني ما تعطش لا تسمع عن طريق جديدة 100% هل قد بتحتوي قصص بده تتخبر لذلك أكيد زياد هو شخص موهوب حتما وطريق جديدة هي شخص غنية حتما فالتعاون بينهو الثنين يعني ندمجهول الموضوعين عمل نجاح كبير لزياد وثبت إنه لأ نحن حتى بالمسرح لأنه تعرفها بالمسرح صار كل شيء تقطيء يعني بيمشوه سبت زياد سبت زياد لأ إنه تاريخنا وهويتنا بعد إذا بتطلع على المسرح هي فيها تنجح بلا الإشيات الثانية اللي بيحاولوا يدفوها على المسرح ليروجوه وشغلهم أستاذ محمد نحن وبينهاية لقاءنا عم تشتغل دايما ومن خلال ما تفضلت أنه يعني تأهيل الشباب بطريق جديدة كمنطعة من بيروت صحي ويعني اللي يعلنوا ويبينوا للعالم أنه هني مش متل ما بصوروهم أنه الناس ما بيشتغلوا حال ناس مشكلجية ناس من المتعلمين للأسف في صورة نمطية نمطية طلعت عن هيدا الموضوع شو بتحب توجيه كلمة لكل الأشخاص اللي عم يسمعونه هلأ بطريق جديدة أو براتها بديقول أنه هيدا الصورة هي فيك تلاقيها وينما كان باللبنان اللي هني عم بيروجوها بكل محال في ناس معلمة مش معلمة بس بطريق جديدة في قصد أنه ما يتضوى إلا على الأشياء السلبية وفي قصد أنه ما ينعمل لهم خدمات وتنمية لها المنطقة بظن حياة لحد أنا بدعي هلأ كل الناس في خريطة نحنا عملناها عن المعالم يخدوها وينزلوا ويتفرجوا على تراث طريق جديد ويتنقلوا بين أهاول الأهاول اللي بتعطي هيك الروح القديمة مش بس للطريق الجديدة للعرب يعني لأنه بعدها بتحس القهوة العربية القديمة فأنا برأي ينزلوا يتفرجوا ويحكوا ناسا يشوفوا هالطيبل بناسا ويحاولوا بين هالعمران وبين هالناس يشوفوا هالتاريخ الحلو اللي بعده بيذكر بأيام زمان وبيذكر بتاريخ لبنان وتاريخ عاصمة بيرو في شغلة كمان كتير مهمة وهي وقت لما يكون يعني مسوية العيد مثل ما بيقولوا دايما الطرقات يمكن المحلات ما بتسكر بيضلها فاتحة بيضلها مستقبل الناس ومستشفى المقاصد ممنزة موجودة هنا في كتير معالم ركزتوا على الاماكن والمعالم يعني الصحية الدينية بالنسبة للمساج نحن ركزنا على معالم دينية أثرية في مقابر مهمة في أهاوي مهمة في المباني مهمة مثل المبنى مكاوي مبنى السمان مبنى جلول على شارع مكاوي اللي هيدا الشارع اللي اكتشفنا انه هو قديما هو اللي كان يوصل لحرش بيروت لانه هو الشارع الوحيد اللي بيوصلك دغري على حرش بيروت وكرمال هيكي واحد من الاشياء اللي ما قلناها انه اشتغلنا على تأهيله لها المحل ما نشتغل نشجره كله وما نحط مقاعد ونعمله إضاءة لا يرجع يكون شارع أخضر مثل كاليدور أخضر بيوصل مرة تانية على حرش بيروت فهيدا جزء كمان هتخلوا العالم او مش هتخلوا انتو أكيد مناكل انو فوتوا العالم على حرش بيروت بس انو هل رح يسمح بالقريب الدخول الى حرش بيروت بشكل لائق للناس نحنا المهم يعرفوا الناس انو حرش بيروت فتح للعالم كل نهار سبت سال فين يفوتوا بس للأسف لهلأ بعده بسمى ميلة حلويات البابا بس مفترض قريبا يفتح كل يوم نحنا عم نطلب من المحافظ هلأ فتحه كل يوم لأنه ما عاد فيه سبب لاغلاقه بس هلأ مهم اهل طريق جديد يعرفوا انو فينو يفوتوا على الحرش بشكل لايك كل نهار سبب الميلة الورنية ايه وقريبا ان شاء الله بعد ما نفتحه كل يوم هنطالب شوي شوي انو يفتح ينشال السياج اللي بيفصل الحرش من ميلة آآ آآ آس آس آآ لميلة آآ الطيونة وبداره سيد محمد عيوب انا بدأ اشكر لمشاركتك معنا ان شاء الله هيك يعني بتركز وعبناط ببيروت وبغير بيروت كمان إلى فعلا تاريخ مهم لازم كلنا نعرفه وشكرا لنحن اللي عم تضوي على هيك نشاطات شبابية مهمة شكرا كثير وشكرا لإلك للصدافتنا ودعمنا شكرا كثير شكرا الحلقة بتنعاد على ساعة دنتين بتوقيت بيروت شكرا لإلكن على حسن المتابعة بشكر ماهر الخطيب عبر الهندسة الإذاعية وإلى الملتقى مع تحياتي ميقوزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دردشة اشتركوا في القناة